اعتبرت مسيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفولد اعتبرت قرار مجلس الأمن بريقة أمل واستبحر من المعاناة معتبرة أن هذه الخطوة ستسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفوري ودون عوائق أعطى مجلس الأمن الدولي بريقة أمل في بحر جارف من المعاناة فقد دعا لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفوري ومن دون عوائق مع الحرص على اتخاذ تدابير من أجل وقف مستدام للأعمال القتالية وهذه أول مرة يستخدم فيها المجلس مثل هذه الصياغ المحورية لتعزيز تقديم المساعدات واتخاذ خطوات في طريق العمل المشترك بهدف تحقيق السلام الدائم